يمكن الخبر الأبرز والخبر الحصري والانفراد اللي يكون معنا النهاردة عبر شاشة قناة الأهلي وقبل أسبوع من موعد مباراة الأهلي والعين في لقاء الجولة الحاسمة في بطولة القرارات الثلاث أفريقيا وأسيا والأوكيانوسيا مباراة الأهلي المصري والعين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي المباراة الساعة 8 بتوقيت القاهرة رسميا قدرنا نوصل من خلال مصادرنا في الاتحاد الدولي لطاقم التحكيم الذي تم تكليفه بشكل رسمي لإدارة هذا اللقاء الحكام هيصلوا بإذن الله قبل موعد المباراة بـ 48 ساعة وطاقم التحكيم مكون من أولا طاقم تحكيم تركي بشكل رسمي ونهائي لإدارة هذا اللقاء بقيادة الحكم الدولي التركي حكم الساحة خليل ميلر طبعا فيه كلام كتير على هذا الاسم وعلى هذا الحكم وليه تاريخ كبير جدا هتكلم عنه دلوقتي ولكن هستعرض معكم باقي الاسماء الحكم المساعد الأول التركي إبراهيم أوركان والمساعد الثاني مرادا كوربي والحكم الرابع كوجوك زوربي ده الحكم الرابع وده تقم تحكيم تركي لإدارة هذا اللقاء على تقنية الفار تم الاستعانة بطاقم تحكيم إيطالي تاقم تحكيم إيطالي سيتواجد في مباراة الأهل والعين على تقنية الفار حكم الفار الرئيسي ماركو ديبيلو هو الحكم الإيطالي اللي هيكون مسؤول عن تقنية الفار والمساعد الإيطالي أيضا مواطنه أليخاندرو ديباولو إذن بشكل خاص وحصري على شاشة قناة الآلي هؤلاء هم تاقم تحكيم مباراة الأهل والعين الأماراتي حكم تركي في الملعب وحكم إيطالي وحكام إيطاليين على تقنية الفار الماتش يوم الثلاث تسعة وعشرين أكتوبر الحكام هيصلوا إلى القاهرة يوم الأحد سبعة وعشرين أكتوبر ووفد الفيفا يصل إلى القاهرة يوم خمسة وعشرين أكتوبر قضامنا على الشاشة يمكن ده الحكم التركي خليل ميلر على فكرة حكم مسير للجدل في ديسمبر العام الماضي لو تتذكروا مباراة رئيسة سبورو وأنكارو جوجو فاكرين رئيس النادي التركي أنكارا جوجو لما نزل اعتاد عليه وضربه بيعني لقامية كده في وجهه في أرضية الملعب والدوري التركي توقف أسبوع كامل والحكم تم نقله بسرعة إلى المستشفى والدوري قعد أسبوع ورجع على تسعة تشر ديسمبر هذا هو الحكم الذي تم تكليفه بإدارة هذا اللقاء جاني إنفنتينو هتها يمكن تعليقا على هذا الحادث كتب على حسابه الرسمة على الإستجرام ضد هذا الكلام وقال لا يود مكان على الإطلاق للعنف في كرة القدم وفي نفس اللحظة كان هناك مباراة كاس عالم الأندية الآلي شارك فيها في المملكة العربية السعودية حكام الفيفا في جدة كان لهم موقف وقتها ويسندوا الحكم بمقطع فيديو وجهه فيه دعم وحب ومسندة قوية للحكم التركي بالمناسبة هذا الحكم كان طرد مصطفى محمد قبل سنتين في مباراة في الدوري التركي وكانت مباراة قمة ما بين جلطة سراي مع بشكتاش التركي وكان بيدير مباراة لريال مدريد الأسباني واشتوتجرة الألماني قبل شهر ويمكن بعد المباراة كانت فيه اعتراضات كبيرة جدا من كارلو أنشلوتي المدير الفاني للريال على أداء الحكم التركي وفي اليوري الأخير في ألمانيا هذا الحكم أدار ثلاث لقاءات أبرزهم مباراة إنجلترا وسلوفاكيا هو الحكم الأول في تركيا ليه تاريخ كبير جدا ما بين تاريخ فيه مشاكل وأزمات في الملاعب ما بين اعتراضات من الأجهزة الفنية ولكن نتمنى أن يكون في أتم الجاهزية وعادل على الفريقين سواء لأهلي أو لعين الإماراتي لأن نتمنى بإذن الله نادي الأهلي يكون موفق في هذا اللقاء ممنسبة العين عنده النهاردة مباراة على فكرة مع نادي الهلال السعودي على أستاذ هزاع بن زايد نتمنى التوفيق بإذن الله لفريق العين الإماراتي النهاردة ضمن مجمعات دوري أبطال أسيا وبإذن الله الفترة اللي جاية عنده مباراة أخرى في الدوري قبل ما ييجي القاهرة عشان يلعب مع الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في مباراة هيكون فيها تتويج بطولة بكأس بميداليات لسه مش مؤكد حضور جياني إنفنتينو أو باترس متسبي هنتأكد في الحالات الجاي من برنامج التريند وأكيد هيكون معنا أخبار خاصة جدا بخصوص هذه المباراة في الحلقات القادمة